تغيرات جوهرية أدخلتها اليابان مؤخراً على سياساتها الدفاعية ضعفت من نيزانياتها العسكرية وأطلقت عدداً من البرامج لتحديث وتوسيع قواتها المسلحة هذا بجانب تركيزها لأول مرة للحصول على أسلحة هجومية بعيدة المدى لتعرف أكثر على جوهر هذه السياسة ومدى نجاحها في التعامل مع التغيرات والتهديدات المحيطة باليابان ينضم إلينا السيدة كولين كلارك المؤسس لموقع بريكينج دفنس الدفاعي أولاً ميسر كولين أهلا بك معنا في عسكري تاريا يعني ما هي الأسباب التي دعت اليابان لإجراء هذه التغيرات في سياساتها الدفاعية وإلى أي مدى الاستراتيجية الجديدة ستنجح في درء التهديدات التي تراها توكيو تمثل تهديداً لها في هذه المرحلة هناك ثلاث كلمات تعبر بشكل كامل عن هذا التغيير الجذري في موقف اليابان الدفاعي وهي الصين وكوريا الشمالية اليابانيون وللمرة الأولى حددوا أن نوايا الصين الواضحة للسيلاء على تايوان ولو بالقوة تمثل تهديداً مباشراً لهم وحتى إطلاق استراتيجية الدفاع الجديدة قبل فترة قصيرة لم تقل اليابان هذا الكلام من قبل هناك سلسلة من الجزر بالقرب من تايوان تسمى جزر البراسيل التي تتنافس عليها الصين واليابان فإذا ما جمعنا بين تايوان وجزر البراسيل فقد تسبب ذلك في زيادة انطباع التهديد من قبل اليابان بشكل كبير لكنك ذكرت على الصين وكوريا الشمالية من برأيك تشكل التهديد الأخطر بالترتيب؟ وكذلك لماذا؟ الأمر يشبه ما يجري بين الولايات المتحدة والصين فالتهديد الأكبر هو الصين على المدى البعيد أما التهديد المباشر فهو كوريا الشمالية لأنها تستمر بإطلاق الصواريخ التي إما تمر فوق أجواء اليابان أو بالقرب من حدودها وعلى سبيل المثال فقط أطلقوا صافرات الإندار تحذيراً من هجوم بالصواريخ التي أفزعت سكان الجزر كثيراً ميسر كولين من خلال متابعتك للاستراتيجية الدفاعية الجديدة لليابان هل تركز أكثر في الحصول على أسلحة هجومية أم تركز في هذه المرحلة على تعزيز قدراتها الدفاعية؟ من وجهة نظر الصين فإن اليابان بدأت تتحول إلى قوة هجومية كما كانوا قبل الحرب العالمية الثانية عندما قاموا بغزو الصين ولا أعتقد أن ذلك صحيح أهم تغيير بالنسبة لليابان هو أنهم الآن يبنون ويشترون الصواريخ بعيدة المدى ولم يفعلوا ذلك من قبل فلطالما ركزوا على الصواريخ قصيرة المدى لمسافة 200 ميل أو أقل والهدف الواضح منها هو الدفاع عن جزرهم ومن أجل إدارة التهديد الصيني ولردع الصين فقد قرروا الحصول على أسلحة بعيدة المدى وكذلك قاموا بتحويل واحدة من سفنهم الكبيرة إلى حاملة طائرات لمنحهم قدرات لمسافات أوسع ميسر كولين اليابان ضعفت مؤخرا من ميزانيتها العسكرية لكن هل ستضمن لها الميزانية العسكرية الحصول على ما تريد أم أن هناك أمور أخرى يجب أن تهتم بها توكيو بجانب الميزانية العسكرية حتى الآن لا نعرف أي أنواع من الأسلحة التي سينفقون عليها الأموال ما عدى الصواريخ التي التزموا بالحصول عليها يبدو أنه على المدى القصير سينفقون الكثير من هذه الأموال على الأفراد وتوظيف عدد أكبر من الجنود والطيارين والبحرية وتعزيز المزايا التي يحصلون عليها لكي يتمكنوا من المحافظة عليهم هناك من الخبراء العسكريين من يعتقد بأن هناك أزمة كبيرة في مسألة وجود عنصر بشري مؤهل للتعامل كذلك مع الآلات العسكرية فبالتالي هناك من يرى أن هذه ستسبب أزمة لليابان سواء حاليا أو في المستقبل هذا طبعا بجانب النقص في العنصر البشري المرتبط بفاءة الشباب في اليابان هل تعتقد بأن هذا الأمر سيشكل أزمة أم أنه ستحصل على آليات عسكرية ليست بحاجة إلى عنصر بشري سواء حاليا أو في المستقبل؟ ذكرت اليابان في استراتيجيتها الدفاعية الجديدة أهمية الذكاء للصناعي والمسيرات التي كما ذكرت ستسمح لهم بتعزيز قواتهم من دون توظيف عدد أكبر من الأفراد إلا أن أميركا ودولا أخرى وجدت مرارا وتكرارا أنه على الرغم من امتلاكك المسيرات إلا أنك مع ذلك ستكون بحاجة إلى الأشخاص للتحليق بها ولتحليل البيانات الواردة منها والاستخدام المعلومات التي تجمعها من أجل ضرب العدو واليابان تواجه مشكلة ديمغرافية كبيرة على المدى البعيد وكذلك الصين فكلتاهما تحولت من نمو في تعداد السكان إلى تقلص في أعداد السكان واليابان تواجه هذه المشكلة أكثر بكثير من الصين ولهذا السبب قرروا زيادة الإنفاق العديد من العمال اليابانيين خاصة المثقفين يفضلون العمل مع الشركات الكبيرة على العمل مع الجيش مستر كوليم فيما يتعلق باليابان معروف دائما بأن اليابان خطط خطوات كثيرة ولديها الكثير من النجاحات في تطوير الكثير من التكنولوجيا لكن فيما يتعلق بمجال تطوير الأسلحة هناك تراجع كبير في هذا المجال هل تعتقد بأن هذه هي الاستراتيجية اليابانية حاليا وكذلك في المستقبل الاعتماد فقط على شراء ما تريد أم أنها ستنحو منح دول أخرى في مسألة توطين مثل هذه التكنولوجيا بداخلها والعمل كذلك على تطويرها الجواب للمدى القصير هو أننا لا نعرف أما الجواب للمدى البعيد فأعتقد أن اليابانيين مهتمون جدا ببيع بعض أسلحتهم وهذا شيء لم تفعله اليابان منذ الحرب العالمية الثانية اليابان تمتلك تكنولوجيا متقدمة جدا وهي قوة تكنولوجية منذ ما لا يقل عن ثلاثين عاما تقريبا وقد صنعت العديد من أسلحتها الخاصة إلا أنهم صنعوا معدات مهمة مثل الأقمار الصناعية والصواريخ المجمع الصناعي العسكري الياباني ليس بقوة المجمع الأمريكي إلا أنه قوي جدا بإمكاني أرضت الجانب وترجمة نانسي قنقر ليس بإمكانهم حقين أنه قد تجربة على خطر كبات مخطبente سوف ترجمة نانسي قنقر وغش ترجمة نانسي قنقر وغش ترجمة نانسي قنقر